وكنت بقول انه يا جماعة احنا بنتكلم على مستقبل الثقافة في مصر والناس هديك تقول لي محدش كام زبا الدكتور طاحسين طب وليه زين ما يتكلمش وليه زين احمد الشهاوي ما يتكلمش وليه الدكتور هيسم الحاجة ما يتكلمش يعني ليه كلنا ما نتكلمش ايه اللي هيحصل فكرة احتكار الامور ومش اصحابها اللي بيحتكروها في دايما الناس متطوعة لكن هارجع على اصل او مركزية اللي كنا بنتكلم فيه ايه اللي حصل يؤدي الى انه المثقف يبدو وكأنه مش هقولك دوره متراجع هو وكأنه المجتمع بيهمشه لصالح امور تانية وداي من النغمة الشاهيرة بتاعت اصلا ما كانش عندهم النوع ده من الموسيقى وما كانش عندهم النوع ده من الافلام وده مش صحيح ما هي هي فكرة البضاء الاول ولا الفرخة انت عارف طولي الوقت دايرين في المجتمع اللي هو ميني السبب في ايه يعني في حين انا انا في رأيي ان المشكلة كلها كان بدأت مع انهار التعليم اوكي المشكلة المجتمع المصري كلها كانت من ساعة ما المدرس بقى اقل مرتب في المجتمع وانت تفتكر مش دي الوقتي دي الوقتي الوضع يتحسن كتير مرتبات المدرسين بالمقارنة بالصحفيين مسلا فبعليش الشخصانة ما هنعمل ايه مقارسين فالوقت ده لو تفتكر في من نهاية السبعينات والتمانينات والسنة كان مرتب المدرس هو اقل مرتب في المجتمع المدارس بعد ما وانا صغير كده انا دخلت ابتداء في اخر السبعينات اه كان لسه في قوضة موسيقى فيها بعض الالات كده قوضة التربية الفنية وانا قلت في مدارس حكومة طول عمر يعني في قوضة تربية فنية في معمل فيه في الادوات الاساسية فيه حوش كبير قبل مخرج من المدرسة كده كان الحوش ده نصه اتبنى فيه مدرسة تانية اتشال مبقاش فيه حوش مبقاش فيه اهتمام بالتربية الرياضية مدرس الالعاب بقى بيقعد ينظم الطبور شغلته مدرس الموسيقى ومدرسة الموسيقى بقت الاشراف على الطبور عشان التاتاتاتاتا وانا طلعين وانا تحييه العالم وانطلع كان فيه مصرحيات بنعملها واحنا في ابتدائي يعني بنجيب قصص نفسها بتاعت الدروس كنا بنمثلها كمصرحيات في ابتدائي كان فيه حفلة عظيمة بتتعمل في عيد الطفولة مثلا ويدل يبقى فيها مصرح ويبقى فيها استعراض ويبقى فيها موسيقى واحنا بنتكلم على مستوى مدرس الحكومة في كل مصر تقريبا فيها ده اول مدرح طبعا مع المد الاخر في المجتمع بشكل عام في مد تطرفي وكأن مصر بتخش الدين من جديد كان بنكتشف فكرة ان فيه دين وفيه كذا وفيه كما طبعا مع البعثات اللي جاء لنا بقى من كتير جدا من الدول المجاورة بثقافات مختلفة وبلبس مختلف وبأفكار مختلفة ففجأة بقى المجتمع مليان تناقضات بيقدم فن هابط مع ظهور ظواهر في الفن زي فن الافلام المؤولات وغيرها مع دخول دو خلاء على المهنة في الكاست وفي السينما وفي غيره هو كل ده دي توليفة كده خلطة جهنمية لازم تجيب المجتمع على الأرض دول المثقفين بيطورة لنبقاش فيه اهتمام بيهم مع الوقت لو تفتكر انت برضو نفسك برامج التلفزيون كانت عاملة ازاي اللي هي بتقدم الموسيقى العربية والموسيقى الكلاسيكية والمسرح والسينما اكتر من برنامج وبتقدم لك الموسيقى الاجنبية والافلام الاوسكار ونادي السينما وغيره 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 فجأة كل ده بيطورة واحدة اللي هو كان فيه قوة دفع ذاتي كده زين انا اتذكر ان انا اول برنامج تلفزيوني عملته في حياتي كان سنة تمانية وتسعين اه وكنا وقتها في الفضائية المصرية وكت بعمل برنامج اسمه كتاب الاسبوع جايب بقى من عائلة الماركسيين محمل بقى بانه هناك رسالة لازق والثقافة والكتب شوف خد بالك بقى ايه دولة كان بتتعمل مع برنامج الكتب والثقافة فيه كانوا حطينوا الساعة ثلاثة ونص بالليل بعد منتصف الليل يعني وبعدين انا بقى سألت ليها يا جماعة فاترد على رد كان الاغرب من نوعه في التاريخ كله في التاريخ الانساني قال لي دمعات مميز جدا بتنوم ازاي جماعة الناس نامت وشبعت نوم ده حتى قدام الفجر ما بيقدنش دلوقتي يعني حتى مش هيصحى بدل يصلي الفجر ده هو لسه قدامه شوية لما يصحى على الادان يصلي قولي لأ هون معادة حلو فين بقى بتوقيت السحل الشرقي في امريكا قلتلون طب منا مش فاهب وانت ما تعرفش ان فيه بس للسحل الشرقي في امريكا فالماصرين في المهجر هيشوفوك قلتلون طب ده اللي في المهجر واللي مش في المهجر اللي في الموطن هنا دول ده عنده مرامب كتير عن الكتب والكتب موجودة في كل مكان نزل طب على البحر طب وانا مش مهمة طب والبرنامج قال لك ده احنا مميزينك اي كلام ومناسبة ذكر بقى طاعة حسين وكتابه العظيم المستقبل للثقافة في مصر هو احنا نفس المنطلق بالمناسبة هي نفس الحاجاته كتاب طاعة حسين طبقوه بما تناسب مع مع العصر وادواته وده بالعكس ده هيبقى التطبيق اسرع دلوقتي والادوات هتبقى اسهل والوصول للناس اسرع بس هل احنا عايزين هل احنا يهمنا فعلا مستقبل الثقافة في مصر هل في جهزية هو ده سؤال بقى الجهزية هتيجي مع الوقت مفيش حاجة في الدنيا بتتاهب بقرار هيتنفذ تاني يوم هنبقى دولة الشعب بالنسبة لو متابع معرض الكتاب معرقير الدولي الكتاب والملايين اللي بيزوروه كل سنة عدد ما بيعد بتزيد ما بيعد بتزيد بشكل كبير جدا ممكن نتناقش شوية في نوعية الكتب اللي هي الاعلى في القراية او نوعية الكتاب اللي مسيطرين على المشهد لكن في قراية بشكل حقيقي وده مهم طبعا هو ده البداية يعني دي البداية الباقي انا عسنا ضد برضو فكرة التوجيه والكلام ده بطل خلص ما بقاش فكرة التوجيه وان ان انت تزرع الوعي او يعني تعمله بالطريقة القديمة دي الطريقة الستنية دي ما بقاش تنفع ولا في مصر ولا في العالم كله لكن علم صح وفر وفر يخلي الناس تعمل كل واحد يعمل اللي عليه في عندنا الهاية المصرية عامة لكتاب دورها توفر الكتاب بسعر في متناول يد الجميع تعمل ده يعني اللي دوره خدمي يفضل دوره خدمي ما تستناش اصله اه بنقفل المجلة الفنانية عشان خطر ما بت اه مش مش جايبة تمانها اه او بتخسر تمامها طريقة اخسر ايه المشكلة انها تخسر مجلة للفنون او مجلة للمصرح او مجلة سينما او مجلة للثقافة ما دي خدمة انا بقدم خدمة ايه المشكلة ان انا اعمل حفلات في الثقافة الجامعية في كل صور الثقافة في مصر مجانية للناس مش لازم بتذكرة ولا وبربعين ولا بعشرين ولا بعشرة جنيه ايه الفكرة الفكرة انا مش منتظر الدخل ده مفترض ان فيه ميزانيات هقدم خدمة ثقافية هقدم خدمة اسمها خدمة ثقافية زي الخدمة الطبية زي الخدمة التعليمية انا مش منتظر مش المفترض ان وزارات بعينها تجيب لي عائد انا لو كل الوزارات هتجيب لي عائد خلق ما هي وزارة السياحة هتجيب لك عائد او وزارة السياحة والاصار وزارة الاقتصاد الصناعة تجيب لك عائد الزراعة تجيب لك عائد قناة سويست جيب لك عائد كل الجهات دي شغلتها انها تجيب لك عائد والقائمين عليها شغلتهم انهم يحسنوا الاقتصاد ويقووها لاخره الوزارات الاخرى اللي هي وزارات خدمية خدمية لازم تقوم بدورها وبالنسبة منها المؤسسات الصحفية القومية منها التلفزيون نفسه اللي انت كنت بتتأسع على حاله سنة 98 مش عارف دلوقتي هتقول ايه على حاله دلوقتي في حاجات بقت احسن وفي حاجات ما بقتش احسن يعني في حاجات ما بقتش خالص بس في شيء ما بيجرى يعني طالما اصبح في حركة وفي فكرة فكرة متطور وفي تطوير فانا اقول ايه في امل صحيح انو احنا بقى عشان الامل ده مش كنت في تمانية وتسامين ان دا كان الامل بعدهم او الله العظيم محتاجين بقى عشان في امل وعشان احنا حسين بالامل وعشان خطر فيه تمن الدفع قريدي عشان يبقى فيه تغيير اللي هو حاصل دلوقتي عشان يبقى فيه اه في مجال لان احنا نتكلم ونقول ونطالب بحاجات معنا في المجتمع عشان الامل ده عشان كده نفسنا تتاخد بقى لايه الخطوات اللي احنا منتظرانها خصوصا خصوصا على مستوى التعليم مش هيحصل حاجة في مصر غير مستوى احنا نعمل حركة انا وانت كده نسميها حركة تعليم مؤسسة تعليم مركز تعليم مركز تعليم ايا كان المسمى زي ما يطلع زي ما يطلع العلاقة بالتعليم وتطوير بالذات التعليم من اول المناهج تطوير المدارس تطوير العنصر البشري سواء المدرس او الطالب ونقهل حتى مديرين المدارس وغيرهم ومش هنستورد هنعمل مناهجنا اللي تخصينا بطريقتنا مستفدين من التطور اللي حصل في العالم كله وفي دول ما كناش نتخيل انها تبقى مذكورة على خريطة افضل دول في العالم في مجال المستوقات التعليم منها دول في شرق اسيا منها دول في صغيرة جدا في شرق اقربة ومنها دول حوالينا كتير فاحنا اكيد اكيد مصر تستحق يعني حاجة افضل بكتير من اللي موجودة هارجع احنا ده انا وقت ولا هتفصل فاحاضر دقيقتين ايه دقيقتين بنيعمل بيومي ماشي يعني ممكن في الدقيقتين نعض نفكر مع بعض بصوت عالي على مسألة الجهزية والاستعداد احنا حكود انا بنتكلم وإحنا برا الهوى على قبل ما نبدأ نشتغل على الثقافة بمفهومها الواضح جدا لازم نشتغل على التعليم جدا علشان يبقى المجتمع مؤهل وحتى انت كنت بتتكلم على التجربة بتاعت محمد علي هو اهتم بالتعليم لاهداف خاصة بيه هو كان عاوز يكون جيش قوي جدا فبدأ بالتعليم ما بدأش بالثقافة التعليم ذهب بنا الى الثقافة فيما بعد الى هذا المدى او الى هذا الحد مش التعليم مهم علشان هو حالة اكاديمية توصلنا لمرحلة اعلى اسمها الجامعة والبحث العلمي اطلاقا لكن هو مهم علشان ده اطلاقا وبالنسبة التعليم اول ما اهتم بيه محمد علي محمد علي كانش راجل مصقف يعني ولا كان عالم غيره خالص هو كان قائد وقائد وراجل زكي وعايز فكرة الجيش الوطني شغلة باله جدا عشان يحقق استقلال حقيقي عن الدولة العثمانية لازم يبقى عنده جيش وطني عشان يبقى عنده جيش وطني جيش الوطني ده محتاج اه اه دكاترة ومهندسين صحيح وصناع وبدأ بالمدارس المهنية مدارس المهنية مدرسة الصناعة مدرسة اللي تعمله اسطول المدرسة تبنيله سفن تبنيله اسلحة تعمل وده احنا محتاج له فالفكرة التعليم ما هو شهدف في حد ذاته عشان خاطر يبقى عندنا جامعات ومستوى تصنيفها ايه على مستوى العالم لأ عشان المنتوج بتاعها هو اللي هيبني المجتمع بشكل حقيقي